السلام عليكم ومرحبا بكم معي في القناة وكنتمنى ان شاء الله تكونوا صحة جيدة وتكونوا بخير وعلى خير وانتم ما كتشاهدوا هاد الفيديو اليوم ان شاء الله وصفتنا عبارة على كيك اللي كيعجب الكبار والصغار وكيجي لديد وتابعوا معي الفيديو حتى الاخير كندروها كا بسيمسيم او بجنجلان وتابعوا معي الفيديو حتى الاخير والعجبكم ما تنسوش تشاركوا في القناة اللي ما مشتركينش في القناة وتضغطوا على الجرس بش دائما ان شاء الله توصلوا بجديد واللي قدام على القناة كنقول لكم شكرا على الدعم ديالكم بسم الله انا غدي مبدأ المقادر عندي هنا ربعات الحبات ديول البيض بحجم متوسط وعندي هنا يا ثلاثة الكؤوس ديال الطحين انا عندي كؤوس هنا يلي كيساوي يعني مية قرام في الكاس يعني 300 قرام عندي واحد العلبة ديال ياغورتس وعندي حامضة اللي غدي نحكها وغدي ندير احتل العصير ديالها وعندي كاس ديال الزيت ما وعندي مية وستين مليليلتر وعندي كاس ديال سكور سانيدا ما يعادي مية وستين غرام وعندي واحد للكيس ديال الفاني ديال سبعة غرام وعندي جوج اكياس ديال خاميرات الحلويات ما يعادي المجموع فيها ستاشر غرام يعني تمانية غرام في في الكيس وغدي نبدا بسم الله انا هنا يدرت البيض هو اللي اول احنا عدنا البيض هنا متوسط على كان البيض صغير ديرو خمسة البيضات وكنديرو حد القبصة ديال الملح لتحسين الضوق صافي وغدي نضرب شوية حتى كي ينساجم شوية للبيض عادة باش غدي ندير عليه سكور سانيدا وكندير سكور سانيدا وكندرب مزيان وغدي ندير الحامض المبشور كندير سكور فاني احنا كنبقوا نضربوها كحتى كيميل البيوضة وغدي ندير الحامض اللي عصرت يعني عطتنا واحد جوج معه الكبار ديالعصير كنزيت الزيت لان البيض راه بدا كيميل البيوضة طلع لنا البيض مزيان احنا غدي نجيب واحد العلبة ديالياغورتس من حجم مية وعشرة جرام انا عندي هنا يمسوس ياغورتس مسوس كيجي كيجي كيطلع الكيك مزيان طبيعي صفيك نضرب مزيان حتى كيتضرب لنا هاد الخالط تبدو بيته ما شفكوا البيض هنايا ما بقاش صفر كيف ما كان في الاول الى ما عندكمش البطور دي لطوب حال هكا تقدروا تديرو على الفوي وكتعطيوها وقتها سوفي غادي نجيب الطحين غادي ندي الكس الولاني وغادي نقوم بالنخل دياله بعد ما نخليه في اللول كنزيد ونعود نخله وكندي رجع كيس دي الخميلة الحلويات ميو عادي 16 قرام نصفي وغادي نغربل غادي نزيد الكس الثاني نعود نخلو بحال هكا وغادي نحرك في اللول بسباطولة سوفي كنحرك بحال هكا عادي باش غادي ندير لآه نضرب الكهربائي سنحرك مزيان حتى ما كيبقش لنا دقيق وغادي نخلط هكا بضرب الكهربائي نزيد من خلطه حتى تخلطها خفيفة ندير ضرب علف الواحد وغادي نزيد الكس الثالث هنا هزت معنا هالكيك غادي تهز معنا 300 قرام ندير ضقيق نخلوه يعني رضغية كنوجدوها وكتجي رائعة وكتجي بحجم كبير سوفي غادي ندير مضرب الكهربائي وغادي نحرك وحتى تحركها هكا خفيفة صفيل كيك دينا تقريبا نرى هو وجد غادي ندير سباطول باش غادي نجمع الجوانيب بحلقة كنتمشفصو القوام دير هكي فشجا وكنجمع هاكا الجوانيب باش ما كيبقش لنا دقيق بحلقة كنعودو نحركو هاكا كنحركو من تحت الاعلى هنا هي غادي نجيب المولفاش غادي نخدم دهنتو بالزبدة ورشيتو هاكا بجنجلان يعني كندير واحد لتقريبا نسكة زي الجنجلان باش كنرشو صافي وغادي نهزئ دي الاعلى حال هاكا وغادي نصب هاد الخالط صافي وغادي نشمع بحلقة يعني هال المول كن نخويه بحلقة بسباطولة باش غادي نكمل لخالط دينا وغادي بحلقة نخبطها هاكا مع طاولة العمال صافي وكندخلها الفران على درجة الحرارة 160 كنشعله لاعلى ملتحت وكنخلاحتك الطيب هاكا طابت معنا وجدات خضت معنا 35 دقيقة راها كانت موجودة ولعنكم الفران دي القز كتقدروا بحلها كتشعلوا عليها ملتحت وكتخليوها على عافية مهيلة هيا كي قدينا وجدات انتوما شفسوا كيفاش كتجي كتجي رائعة وهدك الجنجلان كله كيدخل في الكيك بالنسبة للزين انا غدي نزينها هكا بقلاساج دي الشوكولة الشوكولة الابيض هو اللي موجود عندي انتوما را كتزينوا باش ما عندكم صافي غدي اندفاع خطوط بحلاكة وكتجي بديدة وبنسبة هكا الوليدات اللي ما تياكلوش لكم بحلاكة زنجلان او سيم سيم را كتدخلوه اليوم في الكيك بلا ما كيحسو كي ياكلوه يعني ما تحسوش بها كي عوي لا يكفي في الكيك. وكيجي كيبننها كيعطيها واحد لده خاصة وكنستمروا عليها بحل هكا حتى كنزينوها كنمشيوا معاها هكا بالخاطر صافيو غادي نزيد نزينها هكا من الوسط ديالها بنسبة لشوكولا بحل هكا ركي عجب الوليدات حتى هو ركي اعطيها واحد الجمالية واحد البنة واحد اللده وما تنسوش اللي عجبكم الفيديو وما تنسوش اللي عجبكم الكيك ما تنسوش تديروا لايك واللي اجداد على القناة ما تنسوش تشاركوا في القناة وتضغطوا على الجرس باش دائما ان شاء الله توصلوا الجديد وغادي نوريكم القوام ديالها كيفاش غادي جي ما الوسط ديالها وغادي جي ما شاء الله عليها طالعة والديدة ما غادي نوريكم الكيك كيفاش جا كتما شفتوا معايا كيفاش كتجي كتجي من اروع ما يكون ولعجبكم الفيديو وما تنسوش تشاركوا في القناة وتضغطوا على الجرس باش دائما ان شاء الله توصلوا الجديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة